يا مساء الخير على كل مشاهير قناة On Time Sports في كل مكان وصلنا الوقت الاخر فخرات ده في الستوديو التحليل الفخرى للتحكمية نتعرف على ابرز دول الامور والحالات التحكمية الخاصة بمباراة اليوم النهاردة كان عندنا مباراتين في الجولة الـ 13 من دوري نايل كان عندنا مباراة في الرابع عصر مباراة Modern Future والمقاولون العرب وانتهت 2-2 والمباراة اللي هنا بيها الستوديو التحليلي هي مباراة الإسماعيلي والزمالك وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف لكن في بداية عناحب الزميلة عزيزة الخبيرة التحكمية قاطعة On Time Sports كابتن سمير محمود عصمان كابتن سمير محمود عصمان كابتن سمير محمد رحب بيك أهلا وسهلا يا محمود باركا يا كابتن الحمد لله ترام يعني طبعا نبدأ بالمباراة اللي هنا بيها الستوديو التحليلي وهي مباراة الإسماعيلي والزمالك كانت على أستاذ الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف ونستعرض في البداية حكام المباراة كانت الحكم الدولي كان محمد عادل وبيعونوا كل من مساعد أول سمير جمال وهي شامد سوقي مساعد تاني وسامة إسماعيل حكم رابع فيما يتواجع تقرية الفار محمد معروف ومساعد للفار محمود باسيون طبعا نبارك لمحمد عدل ومحمد معروف في الأداء الرائع لعملوه في بطولة أمم أفريقيا ومعهم طبعا الباية أمين عمر ومحمود البنة ومحمود عشور وحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال النهاردة محمد دي أول مباراة ليه طبعا بعد الأداء المشارف بصراحة للعب في بطولة أمم أفريقيا كان رائع وآخر مباراة خاصة والنهاردة الاتحاد الأفريقي أصدر عقوبات ضد اللعيبة اللي اعترضوا على محمد عادل تطروح من خمس تلاف وعشر تلاف وإيقافات لأن فعلا محمد عمل في المباراة دي أداء رائع لكمية مباراة السيما فينا النهاردة مباراة صعبة المسجط الإسماعيل والزمالك في أي مكان بتبقى صعبة عنده اختبارات كتيرة جدا في حاجات هنطفق معها في حاجات ممكن هنختلف معها طبقا للصور اللي احنا نشوفها نبدأ بالحالات المباراة ونشوف الحالة الورى أول اختبار طبعا داتاكم الحكام الفيديو أول اختبار لمحمد عادل كان في بداية المباراة مطالبة براكل الجزاء محمد عادل شوف زاوية رؤيته طبعا ممتازة ورايح راكب اللعبة مداش فرصة لأي حد انه يقدر يعترض طب نشوف الكرة فيها راكل الجزاء ولا لا 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 قدر حارس المن موصول للكرة ولا توجد راكل الجزاء والقرار عادل سليم هنا مطالبة الاسماعيل لراكل الجزاء بداية هل في فاوله لا هنشوفه محمد عادل زاوية رؤيته ممتازة تمام لكن فيه ممكن بعض التفاصيل هو ما اعتقدش انه شافها بالشكل احنا هنشوفه بس حكم الفيديو موجود طبعا هنا هنشوفه لعيب نادي الاسماعيل بيعدي بعد كده لعيب نادي الزمالك اتزحلق طبعا بدون قصد بس التعمد اتلغى طب هنشوف هنا ايه اللي حصل عاوزين نركز على القدم اليسرى لعيب نادي الزمالك بس كده القدم اليسر لعيب نادي الزمالك نحنا شايفينها دي طبعا هنا طبعا هنا في تصادم حصل بين قدم مدافع نادي الزمالك على نادي الاسماعيلي طبعا هنا في اعاقة انا طبقا للصورة اللي شايفها دي الاعاقة دي هي اللي منعت لعيب نادي الإسماعيلي لوصول للكرة لأنه نفتكر الكرة دي كان بداية هي لعيب نادي إسماعيلي لعب الكرة لو لا وجود لعيب نادي الزمالك في المكان ده كان ممكن يوصل ايه يجيب يروح فيه فرصة محققة لإحراز هدف فطبعا هنا طبعا للصورة كان في خطأ طبعا هنا في خطأ لو قبلها ما كانش في خطأ بين المهاجم ومدفع دي بص عزين الكرة جي نرجحها بس لحظة واحدة هتلاقي قدم لعيب نادي الإسماعيلي هي المتقدمة وفي تصادم من لعيب نادي الزمالك طبعا هنا لو خطأ ما فيش هنا خطأ لعيب نادي الزمالك وكان تقديره هنا مصح هو لعمل تصادم مع لعيب نادي الإسماعيلي نكمل الكرة وبعد كده نشوف مرة تانية ايه سبب التصادم هنا طبعا لعيب نادي الزمالك طبعا هو اتزحلق من غير قصده بس طبعا التعمت خلاص انتهى معاوزين نركز على القدم اليسرى اللي هي في الأرض الزاوية اللي بعدها بين لنا فيه التصادم بعد كده فردة الجسم اه طبعا هنا محمد لو ما شافاش كويس كانت اتمنى ان حكم الفار يعيدها اكتر من مرة ليه دي عندنا الحالة التانية ده سقوط الجزيري داخل منطقة الجزيري طبعا بعدها بشوية سقوط الجزيري عايزين نشوف تمركز محمد عادل طبعا تمركز سليم وبراظو على محمد عادل هنا هنا لا توجد راق الجزاء وفي نفس القصة برضو يا محمود مفيش هنا تحايل ده تنفس طبيعي جدا زاوية الرؤية تتفتح تلعي محمد عادل شايف الكرة كويس جدا واخذ زاوية رؤيته قرار سليم بانه له توجد راقلة جزاء دي الحالة التلتبص محمد هنا قريب وشايف الكرة كويس قوي بعد كده هنا عندنا حالة طبعا راقلة حرة مباشرة هنا دي اختلف مع محمد فيها يعني الاولانية هنبقى فيها تأدير نمى دي فول سليم مظبوط كان لازم لعيب نادي الإسماعيلي ده ياخد انذار طبعا هجم وعدة طبعا هجم وعدة وكمان كان فيها لعب بتهور واللعيب ده كان في الشوط الاولاني واخد انذار يعني كان يستحق البطاقة الصفرة التانية وياخد كرت احمر عندنا اخر حالة من حالات المباراة طبعا دي الحال الخمسة بالاخرانية حال الخمسة الاخرانية اللي ادى فيها انذار علي نادي الزمالك للتهور كان قرر سليم مباراة صعبة يا محمود جدا الحالة الجدلية اللي احنا تكلمنا فيها كنت اتمنى ان يبقى فيها التركيز شوية ونشوفها اعادة اكثر مرة لحالة من الحالات الصعبة تأديري انا بالنسبة لي انا تبقى للصورة انها ركلة جزائي محمد عادة اللي ااخد كم من عاش مطش صعب مطش صعب مطش صعب محمد عادة النهار ده عنده اختبارات كتيرة اللي نجح محمد اسمه وبطولة امم افريقيا والاداء اللي عملوا النهار ده مباراة صعبة بس عنده ركل الجزاء كان لازم يحتسبها